السلام عليكم ورحمة الله مشكل البدانة الذي ينتشر في العالم انتشار النار في الهشيم طبعا هذا المشكل له عدة مسببات وكذلك له عدة علاجات لن نتكلم في هذا الفيديو عن العلاجات الجراحية أو بالأدوية بل سنتحدث عن طريقة من الطرق كشفت الدراسات بأنها تساعد في تخفيف الوزن عند من يشتكون من البدانة هذه الطريقة هي الأكل ببطء بحيث أظهرت الدراسات أن الأكل ببطء يساعد على تقليل الوزن لأنك ستشبع بسرعة فيقول الخبراء بأنه يجب على الشخص أن يمضغ على الأقل إثنتي عشرة مضغة قبل بلع اللقمة لماذا؟ لأن الإحساس بالشبع يستغرق من المعد عشرين دقيقة لوصول الإشارة إلى الدماغ فتخبره المعدة بأن امتلأت وكفى من الأكل عشرين دقيقة من التأخر يعني تخيلوا معي مثل القطار الذي يسير بسرعة فحين يقرر سائق القطار بالتوقف لن يتوقف بمجرد الدوس على الفرامل بل مع الدوس على الفرامل سيستغرق الأمر بضعة ثواني وبضعة دقائق من القطار كي يتوقف وهكذا أيضا وجدت الدراسات عند الناس الذين أجريت عليهم هذه الدراسات بما أن المعدة تتمدد مثل البالون فإن كمية الأكل التي يحتاجها جسمك لن تستوعبها المعدة إلا بعد مرور عشرين دقيقة من وصول اللقمة في أكلك وهنا ترسل المعدة إشارة إلى الدماغ بأنه كفى لقد شبعت ولكن الإشارة وصلت متأخرة بعشرين دقيقة فتخيل كم لقمة أضفتها طيلة هذه العشرين دقيقة كانت إضافية في معدتك وأنت قد وصلت أصلا إلى الشبع ولكن بسبب أن المعدة تتمدد فوصول الكمية الكافية من الطعام إلى جسمك لا يكفي ولا يعطي إشارة للمعدة بأنها امتلأت فتطلب المزيد وتتمدد وتتمدد فتضيف لقمات من الأكل لا يحتاجها جسمك ستسبب لك البدانة فتستمر المعدة في التمدد إلى أن تصل للحد الأقصى من التمدد وهنا يبدأ الإحساس ببعض الانزعاج أو بعض الألم في المعدة لماذا؟ لأنها تمددت إلى أقصى حد فتقوم حينها متأخرة بإرسال الإشارة إلى الدماغ بأنه كفى من الأكل إذن الأكل ببطء يساعد المعدة على هدم الطعام ببطء وتتمدد في الوقت الكافي فتجد نفسك قد أكلت كمية قليلة من الطعام وهضمت جيدا وتسببت في توسع المعدة في ضرف أقل من الضرف الذي يحصل إن أكلت بسرعة وكذلك المضغ 12 مضغة لكل لقمة يساعد الدماغ على الإحساس بالأكل وإفراز المواد انطلاقا من الفم لهدم الطعام أو اللقمة المتواجدة في فمك أثناء مضغها فالمضغ 12 مضغة لكل لقمة يساعد الدماغ على فهم وتقييم كمية الطعام التي أكلتها ونوعها إما عبارة عن سكريات أو دهون أو أكل مالح وغير ذلك وكذلك دراسة أجروها على من قاموا بعملية تكميم المعدة يعني خاتم المعدة أو ما يسمى الـ واجدوا بأن الذين استمروا في الأكل بسرعة دون مضغ الطعام جيدا وببطء عانوا من التحكم في أوزانهم وإنقاصها بشكل ملحوظ فلم تنقص أوزانهم بشكل جيد أما الذين تناولوا طعامهم ببطء ومضغ جيد فقد استفادوا من هذه العملية وفعلا نقصت أوزانهم بشكل ملحوظ واستقرت على تلك القيمة التي وصلوا إليها دون العودة إلى الإفراط في البدانة أو الزيادة في الوزن يعني حتى الذين أجروا عملية تكميم المعدة أو خاتم المعدة كما يسمى لم يستطعوا من إنقاص وزنهم بسبب الاستمرار في الأكل السريع دون ترك مجال للدماغ والمعدة بالاستيعاب وبالتقييم الطعام الذي أكله أما الذين قاموا بعملية تكميم المعدة وغيروا طريقة أكلهم بحيث أصبحوا يأكلون ببطء ويمدغون طعامهم جيدا 12 مرة أو أكثر فهم الذين حصلوا على نتائج مرضية واستقر وزنهم في نتائج مرضية طيلة حياتهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة